بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد هذا اللقاء نتحدث به على عرض مهم جداً وهو رفت العين كثير من يسأل أو يقول عيني بترف ولما عينه بترف قتمتك الجواب يقوله الله يسطر فيه خبر مش كويس بتعدي بيجيش الخبر اللي مش كويس وربنا ما يجيب أخبار مش كويسة لكن عينه بترف تانيه يا عم الخبر إجيه اللي ما جايش بظل يستنى الخبر تمام؟ وبتضلها عينه ترف لحديث ما يجي له الخبر شو الخبر؟ بيجي له الخبر إنه عندك نقص في المغنيزيوم مش خبر سيء، هذا الخبر السيء في الموضوع عينك بترف لأنه فيه مشكلة في المغنيزيوم طيب، هذا الكلام من عندي؟ لا، تعالي نشوف الأبحاث العلمية واحد من هذه الأبحاث صراحة ماذا قال؟ هذا بحث أجري في نوفمبر 2013 في مجالة بيوميتلز المتخصصة في ذكرهم للمعادن وأهميتها البيولوجية وتكلم هنا تحديداً على الباثوجينيتيك رول أو مغنيزيوم ديفيشنسي إن أوفتالميك ديزيزيز خص خص النقص في المغنيزيوم أو الظواهر المرضية التابعة لنقص المغنيزيوم في أمراض الألو وتكلم هنا على أشياء صراحة رائعة جداً لمسها مثلاً دور هذا المعدن الحيوي البايتل مينيرالز في أولاً دوره كوفاكتور في أكثر من 350 إنزايم في دوره في الكورنيا اللينز والريتنا كلهم هذول مكونات العين تمام ودورهم في إيش في كعضلة العين ودورها في الانكباضية والانبساطية اللي إحنا بنقول حركة العين التلقائية في هذا الموضوع في آخر ملخص البحث يقول أن نقص المغنيزيوم يعمل على خلل في الكالسيوم والسوديوم ويقلل المحتوى الداخلي للخلية من البوتاسيوم وبالتالي يحدث للأسف الشديد إحنا نقول هذا عرض وأنا من بداية قلنا واحد من أعراض أمراض العيون للأسف هناك ناس من يتعاملوا مع هذا الموضوع بالأعراض وليس المسبدات ويلجأوا اسمعوا كويس إحنا قلنا 2021 حطينا فيها شعار محدش يضحك علينا تمام ويمكن هذا الموضوع يستحق هذا الشعار بلجأوا الناس لحل هذا العرض عشان ما تضلش ترفعينه لأنه النقص المغنيزيوم الحاد يؤدي إلى رفة يعني مزعجة جدا جدا ومتتالية يلجأ لما يعرف بالبوتوكس وإبر البوتوكس بنبسط عليها أول مرة تاني مرة تالت مرة يقل الإنبصار رابع مرة لا تجيني ولا أجيك وتصبح الموضوع حزين جدا ويصعد بعدها حله لأنه بسي عندي مشكلتين أي مشكلتين ولا عشرين كمان بل لا إحنا من البداية وأول ما نستشعر رفة العين ورسالتي هذه اليوم لكل من يعاني من رفة العين لن يأتيك خبر سيء ولا يوجد أساسا أسوأ من خبر نقص المغنيزيوم هذا هو الخبر السيء فكيف بدي أحل الموضوع؟ بدي أروح لمصادر المغنيزيوم ومصادرها ما شاء الله كثيرة لدينا الشوكولاتة المرة الشوكولاتة الداكنة بدي أدخلها في نظامي بدي أعمل مشروب من الشوكو تمام؟ من الكاكاو المرة وممكن أضيف عليه كمان الشوكولاتة المرة تمام؟ ويصبح هناك مذاق جيد بدي أضيف عليه حليب عشان أكسر هالمرارة ما لا يستطيع تحملها تمام؟ قليل من حليب كامل الدسم أو حليب اللوز المر فبكسب إيش؟ يعني مزايا عدة تمام؟ طيب ممكن أستخدم الأوراق الداكنة صلطة الأوراق الداكنة مهمة جدا الكرنب المجاعد شوفوا الكرنب المجاعد بضبط فيها عصفرين بحجر يكون بالمجاعد يعرف بالكيل أيضا كثير دول معروف لديهم باسم الكيل تمام؟ هذا الكيل هو اسم كمان الكيل غني بالبوتاسيوم ويعتبر الأغنى بالبوتاسيوم وغني أيضا بمين؟ بالماجنيزيوم وإحنا تويقنا ما قاله الباحث في ورقته أنه هناك علاقة ما بين نقص المغنيزيوم والكالسيوم والموتاسيوم تمام؟ إذن أنا بأمن هنا منظومة متكاملة الكالسيوم كلنا يعرف الآن السمسم السمسم الكامل الطحين البيضاء وطبعا باخدها إيش؟ مساء لو أخد كل المنظومة هاي مساءً حتى بما فيها المغنيزيوم يكون ممتاز جداً تمام؟ طيب إذن وصفتنا لهذا اليوم للوقاية والعلاج من رفة العين ممكن نعملها مزيج من طبق من الأوراق الخضراء وبنرش عليه هالسمسم هالأبيض الغير محمص النية تمام؟ وممكن أيضاً أن نضيف لهذا الطبق من الأوراق الخضراء الليمون والطحينة البيضاء ونشرب كوب من الكاكاو المر أو ما يعربي الشوكو المر طبعاً بدون إضافة سكر وهنا نحصل على كميات وافرة من المغنيزيوم البوتاسيوم الكالسيوم وإضافة إلى الليمون دخلت من؟ البيتامين سي الآن منظومة صارت جميلة تمام؟ إذا كانت رفة العين مصاحبة لأحد ظواهر أخرى أعراض أخرى مثل مثلا الجفاف مثل حرقان أو لديا مثلاً عمر متقدم تمام؟ فنعرف أنه يحتاج المزيد أيضاً من هذه الأمور فندخل خلال الأربعة وعشرين ساعة بعض المسارات سابقة الذكر مثل البنجر مثل البطاطا الحلوة كل هذه الأمور بالمؤكد سوف تساعده في الخروج من هذا المأزق وكما أؤكد دوماً أنها تقلل من فترة العلاج وتكون مرحلة الاستشفاء سريعة إن شاء الله وبالتالي ليس فقط استفدنا كمغذريات واستفادت العين وأخذت مغذرياتها لباقي أعضائها من قزحية وشبكية وعدسة كما اتفقنا سابقاً بل قللنا الأضرار الجانبية للأدوية الكيميائية التي تتناول كعلاج لهذه الأعراض أو لهذه المشاكل سواء كانت من مضبضات حيوية أو كورتزونات أو ما شابه ذلك والهدف الأسمى لنا أن يخرج المريض دوماً أولاً بأقل فترة ممكنة وبأقل الخسائر أي أقل الأعراض الجانبية الممكنة ويضيف قيمة تغذوية لمين؟ للعضو المصاب لأن الذي أصابه هو النقص في هذه القيمة التغذوية ودوماً نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته